قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بزيارة إلى ملعب يدويرا حيث عين مدى تقدم وطيرة الإنجاز على مستوى الملعب وهذا تحذيراً لاجتماع تقني يجمع كل الفاعلين في المشروع وهذا بمقر الوزارة يوم الخميس الجاري أقول التسع والعشرين ديسمبر الاجتماع من شأنه تقييم مردودية ومستوى الأشغال لسنة 2022 ووضع خارطة طريقة للانتهاء من أشغال ملعب دويرا السنة المقبلة